اختتمت مباريات الجولة السابعة عشر من دور عدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة ثلاثة لقاءات حيث حسم التعادل لقمة الجولة بين العين والشارقة بهدف لكل فريق وبهذه النتيجة حصد العين نقطته الخامسة والثلاثين بينما وصل الشارقة إلى النقطة الثامنة والعشرين وابتعد الوصل بالصدارة بعد تغلبه على خرفة كان بثلاثية نظيفة ورفع الوصل رصيده إلى خمس واربعين نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد خرفة كان عند سبعة عشرة نقطة وخسر الجزيرة أمام مستضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوقف رصيد الجزيرة عند النقطة الحادية والعشرين بينما وصل البطائح إلى ثنين وعشرين نقطة